تستطيع أن تسمع أغنية أنت معلم وإحنا منك نتعلم في السيارة وأن تطرب لها لكن ليس كحضور حفلة سعد المجرد لايف فتشاهد الأداء والرقصات والجنسات الحديث الممزقة وربما تظهر العضلات المتعوب عليها في النادي لذلك يمكن أن تتخيل فرحة المعجبين عند رؤية هذا البوستر الذي نشرته شركة كايرو شو وهو بوستر أغنية عد الكلام والتي غنىها الفنان المغربي باللهجة المصرية كتبت الشركة قريبا في حفل ضخم انتظروا مفاجآت كثيرة خلال شهر ديسمبر لكن المفاجآة قابلتها حملة إلكترونية ودعوات على مواقع التواصل تطالب بإلغاء حفلة المجرد التي ستقيمها كايرو شو السبب الاتهامات التي واجهها سعد سابقا وتتعلق بالاعتداء واغتصاب ثلاث فتيات في عام 2010 رقي القبض على المجرد للاشتباه بضربه امرأة واغتصابها في نيويورك وبعد ست سنوات اتهمته شابة فرنسية بالاعتداء عليها واغتصابها في فندق في باريس وتم إطلاق سراحه بعد أن دفع كفالة حينها تدخل العاهل المغربي محمد السادس لسداد الرسوم القانونية ودفع تكاليف القضية ولم تؤثر الاتهامات طبعا على شعبية المجرد وسط معجبه يقولون أنه ضحية مؤامرة في خريف عام 2018 اتهم من جديد باغتصاب فتاة على شاطئ الريفيرا بفرنسا ووصف الادعاء الفرنسي القضية بالمعقدة وأنها تحتوي على نسختين متناقضتين تماما للأحداث روادوا مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة ضد المجرد مش عايزين المجرد في مصر غرد ألبيرو يقول مش عايزين المجرد في مصر كايرو شو منظمين حفلة لسعد المجرد المتهم بثلاث اقتصابات على فترات متباعدة وكل شوية كان بيطلع له تهمة جديدة وعملين يمسحوا التعليقات عمر الليثي يقول عمر الليثي بلد عايش بقالها أربع شهور في موجة من فضائح وحوادث التحرش والاغتصاب تروح تجيب متهم في قضايا دولية يعمل حفلة يتساءل أما بالنسبة لحساب بنت المملكة تقول حسستون أن مصر بلد ما فيهاش جرائم وهي أكثر بلد فيها تحرش واغتصابات السبب الحقيقي هو أن هناك مؤامرة ضد سعد المجرد ومن فنانين مصريين السبب أن المجرد احتكر الساحة الفنية الغنائية المصرية عقب هذه الحملة حذفت شركة كايرو شو إعلانات عن حفلة سعد المجرد وقال مصدر مني الشركة لبي بي سي إن إقامة حفلة سعد المجرد في القاهرة ليس أمرا مؤكدا لأن التفاصيل الفنية للمشروع لم تتحدد بعد ولم يتقرر من الأساس موعد تنظيمه بالطبع كان هناك تضامن من بعض الناس في مصر مع المجرد تقولوا بسمع علي أنا مصرية وأغلب المصريين بيحبوك يا سعد وبيسمعوا أغانيك ومصر والمغرب طول عمرهم إخوات تنور في أي وقت يا سعد مصر أم الدنيا وانت ابنها وأهلا بكل المغربة بلدنا بلدكم أما سعد لم يعلق مباشرة على الموضوع إلا أنه كتب على حسابه على تويتر هذه التغريدة لا شيء يهز ابتسامة القلب أحب جمهوري أحب عائلتي علم مصر لوف يعني قلب ثم علم المغرب شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها